أخوتي قبل ما نصلي وننهي بصلا بدي قول هيك كلمتين ذوكوا ونظروا ما قلت يا بالرب نحنا منش طالعين تنقول نحنا مؤمنين أكتر من غيرنا مش طالعين تنشوف حيننا انو نحنا اليوم والله عايشين حياتو انتو لا انت بتعرف حيلك وانت بتعرف حيلك إذن بتحس حيلك المرفوضين تابانين في أشخاص قيزينكم مش قادرين تغفرولها في حياة ماضي قليمي عم تتذكروها وعيشين فيها فقطي أم فقطي باي فقطي حبيب عزيز زوج ولد بنت في حزن بحياتك في جروحات في مرض جسدي في مرض نفسي في مرض روحي خوف بالليل أو بنسميه ريني أو إذن كنتو متعلقين بشيوخة كتيبة عمل سحر وشاوزة أو كنتو مفاكرين إنو حياة كن هي انتو هيك بسبب أشخاص هني نزعونكم لوما هالأشخاص الدخلت بحياة كنت حياة كن منيحة أنا بدي أقولك إن اليوم كلكن إنو رب إيجا هو حل لكل مشكل هو الشفاء هو التحرير هو الخلاص من أروح شريرة هو اللي بديو يشفي جسكن وروحكن ونفسيكن هو اللي بديو نسيك الماضي أنسى ما هو وراء وأتقدم إلى الأمام إنه يمحي لك الماضي ويرجع يتيك حياة جديدة هو الإله اللي نسلب منكم هو اللي بديو يعوض لك نية أضاف وأضاف هو اللي بديو يخلصك من المشكلة اللي أنت فيها هو بديو يخلصك من قرارات خطيها بحياتك وندمت إليها فيه يمكن حدنا بيحضرنا اليوم مرة أخذت قرار إنها تتجوز يمكن هروب من أهلة تجوزة شخص ما بتحبه وندمينا هيدا الموضوع أنا اليوم بدي أقولك شكري الرب على القرار اللي خطيه والرب حيرجع الشر اللي قربتيه لحيالك أو الهروب أو شو ما كان الرب حيرجع يعوض لك أضاف ما تفكري إنه زوجك لو خطي هديك الشخص كان حياتك أفضل من هيدا اللي خطيه هلا شكري الرب هنعمل اللي أنت فيها شكري الرب هكل لحظة منعيشة بحياتنا لأنه اللحظة لها منعيشة هي حياتنا أغلى شي بحياتنا هو الوقت استفيدوا من الوقت تتعيشوا الحياة وما تنسوا إنه الحياة هي يسوع المسيح كلمة هي روح وحياة كأنه بدي يقول شغلي كل نقص عندك بحياتك ما حدا بيقدر يعبيه إلا الرب يسوع وهم بيقول إن عطيش أحد فليأتي إلي وليشرب من ينبوء ماء الحياة لأنه اللي بيشرب من هالماية بيأتش مرة تاني شو ما نعمل بالحياة لو كنا فاكرين ما معنى ميدي وبيصير معنى ميدي منعيش بيجيك طمأنين والرياحة واهتمام من العلم أنت مخطئ جدا نحن مرقنا فيها وفي كتير اختبارات مرقنا فيها تنقلك لا مش روحتك بالميديات ولا روحتك بالسلطة وإذا كنت مفكرة أو كنت مفكر إذا معاذب أنت اليوم إذا بتتجوز حتتغير حياتك وتكون حياتك أحسن بتحبي العيلي أو أنت بتحبي العيلي كون أكيد لو تجوزتي وعملتي عيلي حتضلي عندك هذا النقص اللي أنت فيه اليوم أنت بحاجة للرب يسوع المسيح أنا اليوم بدي أدعي لكل شخص عم بيطلب مننا صلوات لكل شخص ما يجروح هذا الموضوع اللي حكيناه أنه قادر مش قادر يخفر للآخرين كل شخص عنده جروحات من الآخرين بصلي لكم باسم الرب يسوع أنه هيك الرب بكتكن هخطيطكن قبل ما تمسكوا خطيط الآخر لقالكن ويشفيكن ويشفي غيركن من جروحات أنتو سببتوها للآخرين وأول جرح نحنا سببناها للرب يسوع جرحناه واصلبناه بكل كلمة بشع حكيناها بحق خينا الإنسان لأنه بيقول من قال لأخيه أحمق يصحك نار جوهنم اليوم كل كذبة بيضة أو سمرة أو زرقة لكل حلفين هم نحلفوا بحياتنا بالوقت اللي بيقول فليكن كلامكم نعم نعم ولا لا أخوتي حياتنا مش هي مبنية ها زرف أو حظ حياتنا هي بالمسيح كلمة حظ ما عنا إياها إيجا المسيح كلمة ليأتيك الحياة والحياة بملأة صلي باسم يسوع يسكب الرب محبته بقلبك وبحياتك وببيتك سلام ببيتك سلام ببيتك سلام بفكرك سلام بقلبك باسم الرب يسوع المسيح شفاء جسدي لكل حدن إذا كانت من عامل من إبليس بربط وبنهرك نروح مرض جسدي لكل إنسان هم بيسمعنا يا رب زيد إيمان للشخص هم بيسمعني إيمانك شفاك إيمانك شفاكي يا رب تينا تفتح ذهننا تنفهم كلمتك يا رب لأنه كلمتك هي غزائنا الروحي ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله الله بكلمك من خلال كلمته وكلمته هي رسالة حب لألك ما تنتظر كلمة حلوة من حدا انتظر كلمة حلوة من الرب يسوع لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي يلا يهلك كل من يؤمن به كلمة الإنجيل لألك هي خلاصك هي غنيك لأنه ملكوت الله بشابهو بإنسان لأكنز من كتر فرح والروح لأ بيع كل ما يملك تغتني الكنز ما تغتني بالعالم الأشياء بالعالم كل شي تحت الشمس باطل أباطيل كل شيء باطل ماذا ينفى الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه كل شي تحت الشمس باطل أخوتي ربيح نفسك تيجي عند الرب يسوع تسمع كلمته تتحيا نفسك وتعيش حياتك بفرح لأن الحياة مع الرب يسوع هي الحياة والحياة بملأة تسلك بالنور تسلك بالطريق تاخد حياة وحياة أبادية إلى أبد الأبيدين بإسم الرب يسوع بشكك رب لأنك تستجيب بشكك كل شخص هم بسمعنا اليوم بشكك رب لأنك تعزي كل شخص هم بسمعنا بشكك رب لأنك إليه عظيم شكرا وربي وركم أنت حرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر